أهلا بكم مشاهدين إلى عدد جديد من برنامج النهار ترندينج ودائما أبرز ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدين منصات التواصل الاجتماعي أضحت وكأنها وكلات أنباء أو إعلاما تقليديا عن طريق نشرها للكثير من الأخبار منذ ظهور أزمة وباء كورونا إلا أن الفرق بينها وبين وكلات الأنباء والإعلام التقليدي أنها تنشر أخبار كاذبة ومزيفة عكسهم اللذان ينشران الأخبار الصحيحة مشاهدين الكثير من الشائعات انتقلت أو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وباء كورونا ولعل أولها أن هذا الوباء كان نتيجة حساء الخفافيش أو حساء الثعابين أو حساء القوارض مشاهدين الكثير من المختصين نفوا حقيقة هذا الأمر في حين رجح الأخصائيون الآخرون إلا أن هذا الوباء كان نتيجة حربا بيولوجية أو كان فيروس مصنع خصوصا في ظل الصراع القائم بين الصراع الاقتصادي القائم بين العملاقين الأمريكي والصينية مشاهدين هنا لك إشعة أخرى تقول بأن الثوم قد يقين من الإصابة بفيروس كورونا مشاهدين هذه عبارة عن إشاعة صحيح أن الثوم له فوائد عدة وكثيرة قد يخفف من الالتهابات ولكن لا يقين من فيروس كورونا كذلك مشاهدين انتشرت مؤخرا بعض الشائعات التي تقول بأنه علينا الابتعاد عن المأكلات الباردة كالايس كريم وعلينا تعرض أكثر لأشعة الشمس في حين نفى كذلك المختصون حقيقة هذا الأمر مشاهدين قبل أن ننتقل إلى هذه الصورة وما تحمله كذلك هناك من يعتبر بأن الكمامة هي عبارة عن أداة وقايا الكمامة مشاهدين صنعت خصيصا للأشخاص المصابين حتى يقللوا من احتمالات عدوى الأشخاص الآخرين كذلك هناك من يعتبر بأن فيروس كورونا ينتقل عبر الهواء لأن الخبر الصحيح هو أن فيروس كورونا ينتقل أكثر عبر اللمس خصوصا الأسطحي الملوثة بعد كل هذه الشائعات مشاهدين ننتقل إلى الخبر الصحيح وهو أن الأشخاص الذين يحملون زمرة الدم هم الأشخاص الأكثر عردة للإصابة بواباء كورونا في حين من يمتلكون زمرة الدم هم الأشخاص الأقل عردة للإصابة بهذا الوباء ربما أنا محظوظة مشاهدين الكثير من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع هذه الشائعات حيث جاء في تعليق الأول إيه والله كأن هذا المرض لعبة واستهزاء والله تعبت نفسيتنا الله يصرف عننا يا رب أمين يا رب كذلك مشاهدينا جاء في تعليق آخر في ناس بتحب تنشر الرعب والخوف لحول ولا قوة إلا بالله الكلمة الطيبة صدقة وفي تعليق آخر أو الأخير جاء أتسأل ما الفائدة من وراء نشر الإشعات وإثارة الهلع بين الناس قولوا قولا طيبا يفرح القلوب أو لتصمت أحسن مشاهدينا وبرنامج والنهار ترندنج هنا دائما لمدكم بالمعلومات الصحيحة ومع عليكم تفاتيح وإلى الهاشتاغ الثاني مشاهدينا وداعا ديتش من من المشاهدينا لم يعني قضى طفولته دون توم وجيري أو دون طبايا هذه الرسوم المتحركة ربما بقيت لحد الساعة محفورة في أذهاننا أو ربما كلما نتذكرها نتذكر أيام طفولتنا السعيدة مشاهدينا هذا الشخص الذي تشاهدونه الآن جين ديتش هو مخرج هذين المسلسلين الكارتونيين كان قد وفته المنية يوم أنس عن عمره نهزى 95 عاما مشاهدينا الكثير من النشطاء عبر مواقع تواصل الاجتماعي تفاعلوا مع هذا الخبر حيث قالت نادية صنع فرحتنا في هذا العالم المفرح والبريء فلترقد روحه بسلام أو سلام على روحه كذلك قال أمين الإسلام دين السلام نطلب له المغفرة وكذلك مشاهدينا جاء في تعليق آخر ارقد بسلام بهذا مشاهدينا نصل وإياكم إلى نهاية عدد الليلة من برنامج النهار ترندي مشاهدينا ألقاكم غدا إن شاء الله نفس التوقيت ونفس القناة بمواضيع وفيديوهات جديدة إلى اللقاء